السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اهلا بكم اعزائنا المشاهدين اللقاء ده هتكلم معاكم عن رؤية صورة الحج في المنام والرؤى اللي بتدل للرأي على قوة ايمانه بربنا سبحانه وتعالى وهنقول ان اي حد يشوف رؤية في المنام ان هو بيقرأ صورة الحج وكان في الواقع بعيد عن العبادات شوية فالرؤية هنا هتكون دلالة ليه على قرب هدايته وعودته الى طريق الله سبحانه وتعالى ونجاته من عذاب الاخرة طيب وهنقول كمان ان اي حد يشوف رؤية في المنام ان فيه حد تاني معاه في الرؤية بيعطي للرأي اموال واخدهم ونام وبعدين شاف ان هو استيقز من النوم وفيه حد اخد منه الاموال اللي معاه دي فقرأ صورة الحج ونام تاني ومحزنش على الفلوس اللي اتخذت منه وهنقول كده هنا الرؤية دي دلالة للرأي على انه انسان في الواقع قوي الامان جدا جدا ولا تصيبه الفتن وانه ان شاء الله سبحانه وتعالى هتعمت تعب نعيم الدنيا وكمان هيفوز بالجنة في الاخرة ونقول كمان ان اي حد يشوف رؤية في المنام ان هو بيقرأ صورة الحج واسناء كرأته سجد لله سبحانه وتعالى فالرؤية دي هتكون دلالة ليه انه عبد صالح ولا يعصي الله ابدا وان الامان يملأ قلبه وكمان هنقول ان اي حد يشوف رؤية ان هو بيقرأ صورة الحج وكان الرؤية داخل الرؤية لابس ما لابس لونها اخضر فالرؤية هنا هتكون دلالة للرؤية على ان ان شاء الله سبحانه وتعالى هيكون من اهل الجنة ونقول كمان برضو اللي يشوف رؤية في المنام ان في حد بيقلوه او بيقرأة صورة الحج فالرؤية هنا هتكون دلالة للر Ranch على انه في القريب هيزداد ايمانه بالله سبحانه وتعالى وده بسبب ان الله سبحانه وتعالى بيحب الرأي في الواقع وبيريد ليه الخير ونقول كمان برضو اللي يشوف رياف المنام ان فيه ناس شكلهم بين عليه الفقر المادي وقاعدين مستنيين الرأي يقرأ سورة الحج وفعلا قرأها داخل الرؤية فهنا الرؤية دي هتكون دلالة للرأي انه بينفق اموال كتير جدا جدا لوجه الله سبحانه وتعالى وانه هو بيخرج صدقات كتير وبالتالي الرؤية دي دلالة ليه برضو وعلى ان الله سبحانه وتعالى تقبل عمله وانه ليه اجر كبير جدا عند الله والله سبحانه وتعالى قدره اعلم واسعد الله دائما منامكم وشكرا لكم والى اللقاء والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته